السلام عليكم احمد الله وبركاته وانا سهلا بكم في فيديو جديد معكم احمد مجدي واخر اخبار القطبين الاهلي والزمالك والبداية باهم العناوين عودة مندوح عباس للزمالك عودة العلاقات بين جمهور المدد الاحمر و جمهور برسعيد مصير تجديد عواد رغم الازمة المالية خبر مهم جدا هنتكلم عن اللقاب محمد عواد حرس مرمانادي الزمالك ومصيره من التجديد مع القلعة البيضاء عاده طبعا هينتهي مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي واللعب حق لها التوقيع في يناير القدم لا ينادي دون العودة للزمالك الزمالك بيجهز عرض اللقاب محمد عواد هيرضو عليه العرض هبى عبارة عن 9 مليون جنيه سنويا اللقاب محمد عواد حرس مرمانادي الزمالك الاساسي رفض هذا العرض يعني هيتفاوض مع الادارة عشان يخليه العرض 12 مليون جنيه لاني هو كان بيقصر في الموسم اللقاب الولاني في عدو الثاري حاليا كان بيقصر على 10 مليون و 526 ألف جنيه بالتالي ممكن نادي الزمالك ممكن يوافق او يخلوها خير المور الوسط ممكن يخلوها 10 مليون لكلها مجرد احتمالات بالنسبة لكاس الرابطة بطولة كاس الرابطة لاني نادي الزمالك بيتغرم مليون جنيه بسبب الطلب الاعتصار عن كاس الرابطة نادي الزمالك طبعا عارفين ان هو هيلعب في بطولة ودية بطولتين وديتين هيلعبهم في شاريا نايل القادم وبالتالي نادي الزمالك هيعتزر عن كاس الرابطة المصري من اجل طبعا ايه من اجل ان هو يركز في البطولتين لاني نفيش لعيبة اساسا فيه فش ان الفريد الاول هييلعب في البطولتين الوديتين تمام فزمالك مش هييلعب بالناشئين في كاس الرابطة نادي الزمالك بيستقنف على حكم الفيفا بتغريب نادي الزمالك 900 الف دولار بسبب طبعا مستحقات فيتجين السياسي متأخرة طبعا كان سبق وحصل فيتجين السياسي على حكم في 2022 ضد الزمالك ولكن نادي الزمالك عمل استقناف في المحكمة الرياضية الدولية وتم الغاء الحكم وبالتالي اللاعب تصعد الامر تاني بشكوى جديدة للفيفا للمرغة التانية وبالتالي ايضا نادي الزمالك هيقدم استقناف عشان خاطر يوقف هذا القرار تمام ده بالنسبة لأزمة اللاعب فرجاني اساسي خبر مهم جدا من يخص اللاعب احمد فتوح اللاعب احمد فتوح بخلاف الراتب اللي هياخده الراتب الثانوي اللي هياخده من نادي الزمالك اللاعب احمد فتوح هياخد نصف مليون جنيه لو الزمالك فاز بالدوري المصري هياخد نصف مليون جنيه لو فاز الزمالك بكأس مصر وايضا لو الزمالك فاز بكونكون فضل عليا او دوري ابطالة افريقيا او اللاعب انضمن المنتخب او طبعا سجل اكتر من عشر اهداف كذلك اللاعب هياخد 20% والزمالك 80% لو اللاعب التزم بالمواد الاعلامية والاعلانية يعني مثلا اعلانات جات للزمالك على تشتة فتوح مثلا حاجات مثلا ظهر في التلفزيون مثلا حاجات زي كده عمل اعلان كده يعني تمام طيب تولى ايمن ممدوح عباس ابن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق رئاسة شركة الكورة في الزمالك كتب ايمن ممدوح عباس عبر انستجرام بيقول لا صحة لما يتداول بشأن توليه منصب رئاسة شركة الكورة بيقول انا بعمل في لجنة لتنمية الموارد في النادي تمام وطبعا بتمنى من كل قلبي عودة الزمالك لامجاده تمام ده بالنسبة للموضوع بتاعي من ممدوح عباس هيتكلم عن اللاعب مروان حمدي لاعب النادي المصري البورسعيدي وحقيقة دخوله في صفقة من اجل تهديئة الامور ما بين الجمهورين الاهلي والمصري البورسعيدي طيب درواتي الاهلي يتكلم مع اللاعب مروان حمدي ماشي على اساس ان هو يفسق عادو مع النادي ويروح بشكل مجاني اللاعب حاول ومعرفش رغم اني قال لهم انا متنسع عن مستحقاتي لكن كامل ابو علي رئيس المصري رفض هذه الفكرة تماما ويعايز يبيع اللاعب عشان برضو يعني منه يكسب في فلوس ومنه يعود من جديد العلاقات بين النادي الاهلي والنادي المصري ده بالنسبة لصفقة انتقال اللاعب مروان حمدي في انتقالات يناير القادم لان الاهلي طبعا عارفين انه محتاج مهاجم بدل لانطوني مودست اللاعب الفرنسي اللاعب اللي الاهلي مرشق احمد القندوسي عشان يجيبه احمد القندوسي دلوقتي بالنسبة لجمهور الاهلوية احسن من انتلي مودست كمام ما يجيش ربع واساسا رغم ان ده مركز وده مركز لنما كمستوى كروي لا احمد القندوسي احسن من انتلي مودست 100 مرة